بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل أرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات عمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديدا ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل شيطان مريدا كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في عيب من البعث فإنا صلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مطغة مخلقة وغير مخلقة ليبيل لكم ونكر في الأرهاب ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتغفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة فإذا أنسلنا عليها الماء ترست ورابت وأنبتت وأنبتت من كل زوج فهيجا ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا غيب فيها وأن الله يبعث من في القبول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا أهدى ولا كتاب منير فأني أطفير ضل عن سبيل الله له في الدنيا خسي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريقا لأنك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبر الله على أرض فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فثنة من قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر عن المبين يدعو من دون الله ما لا يطره وما لا ينفعه ذلك هو الطلاب البعيد يدعو لمن طره أقرأ من نفعه لبكس المولى ولبكس العشير إن الله يدخي الذين آمنوا وعلموا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يخال ما يريد من كان يظن أن لن ينصر هو أو في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيلو ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آلوا والصابين والنصار والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوه والجبان والشجر والدواء هو كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا من خصمان اختصوا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصفوا من من فوق غروسهم والحميم يصفوا بما في بطولهم والجنود ولهم مقامع من هديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب والرؤى ورباسهم فيها حليف وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبال ومن يرد فيه من الحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجودا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طامر يأتين من كل فج عميقا يشهد منا فعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الخقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا المثورهم وليطوفوا بالبيت العتيقا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأوحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتربوا الرجس من الأرثان واجتربوا قول السور حنفاء لله غير مشركين به ومن مشرك بالله فكأنها خر من السماء فتخطفوا الطير أو تهوي من الريح في مكان سحيقا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم أحلها إلى البيت العتيقا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلو أسرموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والأدنى جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجلت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحوها ولا أدماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما أداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوع من كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على مصرهم لقليل الذين مخرجوا من ديالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله والأولا دفاعوا الله الناس بعضهم ببعض له لما الصوابع وبيعوا وصلاوات وبساجد ومساجد يذكر في أسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا السكات وأمروا بالمعروف وله عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمودا وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مليا وهذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خارية على عروشها فهي خارية على عروشها وبذر معطلة وقصر مشيدا أفل يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصجور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعبدون وكأي من القرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وإزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجعيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمليته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والضرق عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مروا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى حتى تأتيهم الساعة بغدة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعلموا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنه الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الواسقين ليدخلنهم مدخلا يرضونا وإن الله لعليم حديم ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم أغي عليه ليرصرن الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تلعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا إن الله نطيف خبير له ما في السماوات ومن في الأرض وإن الله لهو العلي الأميد ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس هو رفو رحيم وهو الذي أعياكم ثم يميتكم ثم يعيكم إن الإنسان الكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكور فلا ينازعنك في الأمر واجم إلى ربك منك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يتلعون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشد من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس غرب مثل فاستمعوا له إن الذين تلعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعونه وإن يسلقوا الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سبيع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجلوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من عرج من لتابيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا السكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فيعمى المولى ويعمى النصير